أمر النائب العام بحبس الإرهابي الليبي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري وأربعة عشر أخرين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات في حادث الوحات كانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط الإرهابي الليبي المتورط في حادث الوحات وأضحت الوزارة خلال بيانها أن الإرهابيين المتورطين في الحادث تلقوا تدريباتهم في مدينة درن الليبية